ساعة الأخيرة من التلفزيون العربي وفيها البرلمان العراقي يقبل استقالة عبد المهدي وكتلة الصدر ذات الأغلبية نيابية تتخلى عن حقها في تسمية الرئيس الجديد اضرام النار في القنصلية الإيرانية للمرة الثانية وتعطيل للدوام الدراسي في ذقار والديوانية اللبنانيون يشاركون في مظاهرات أحد الوضوح للمطالبة بتشكيل حكومة من خارج الطبقة السياسية وكتلة حزب الله البرلمانية تؤكد أن حل الأزمة يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق اتفاق الطائف وفي موضوعنا المغاربي أردوغان يؤكد أن الاتفاقية مع ليبيا ستطبق بجميع بدودها وذلك عقب اعتراض كل من مصر وقبرس ويونان على هذا الاتفاق وفي فقرة العالم الجديد وزير السياحة التونسي روني ترابلسي يضع لمنح يهود تونس في إسرائيل جوازات سفر تونسية اتهامات له بالتطبيع ومطالبات بإقالته أهلا بكم وافق مجلس النواب العراقي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي مع أعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء وأعلنت كتلة سائرون وهي الكتلة الأكبر في البرلمان تخليها عن حقها في تسمية رئيس الوزراء المقبل وموافقتها على مرشح يختاره الشعب ترفع أيدي ومعها ينهي البرلمان العراقي بالأغلبية سنة وشهرا من مشوار عادل عبد المهدي في الحكم استقالة تشمل الحكومة بأكملها لتتحول إلى حكومة تسيير أعمال الدستور العراقي يلزم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس جديد للحكومة خلال 15 يوما ترشحه الكتلة النيابية الأكثر عددا لكن هذه الكتلة محل خلاف داخل البيت الشيعي تحالف سائرون الذي يدعمه مقتدى الصدر سارعا إلى النأي بنفسه عن هذه الأزمة وأعلن تنازله عن حقه في تشكيل حكومة جديدة تنازل يمهد الطريق أمام اتلاف الفتح بزعامة هادي العامري انطلاقا من توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله بإلغاء المحاصص الطائفية والحزبية يعلن تحالف سائرون تنازله عن هذا الحق للمتظاهرين لأن الشعب هو الكتلة الأكبر لكن اتلاف الفتح المؤلفي من فصائل الحجد الشعبي دعم عبد المهدي بقوة طوال فترة الاحتجاجات وهو متهم بارتباطه الوثيق بإيران التي يهتف المتظاهرون ضدها منذ بدء الاحتجاجات بالركون إلى الشارع الناقم يبدو أن هذه الإرادة الموحدة تترجم على أرض الواقع صراع إرادات مع أحزاب يتهمونها بالإخفاق في إدارة الحكم خلال ستة عشر عاما طارق ماهر العربي من ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد وينضم إلينا فالستوديو غيثة تميمي الناشط السياسي سيد تميمي استقالة عبد المهدي كما قال هو استجابة للمرجعية وهنا يطرح سؤال حول دور المرجعية لماذا تأخر إلى هذا الوقت ولكن أيضا هل عبد المهدي يهرب من المسؤولية أم يستجيب فعلا لمقضايات المرحلة مساء الخير ابتداء هو عبد المهدي لم يستجب لمطالب المرجعية لأن المرجعية منذ سنين تتحدث عن الإصلاحات وتدعوهم للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين وتدعوهم إلى تحقيق مطالب الشعب ولكنهم مصرون خلال كل تلك الفترة على قمع المتظاهرين عادل عبد المهدي هو الكفر الذي كان يختبئ خلف الطرف الثالث والذي كان يقتل المتظاهرين عندنا الآن أكثر من 16 ألف مواطن عراقي ما بين شهيد وما بين مصاب إضافة إلى عندنا 20 ألف مواطن عراقي ما بين مخطوف وما بين معتقل عادل عبد المهدي وين عن استجابة للمطالب المرجعية صار لها شهرين من قالت تتحمل الحكومة المسؤولية كاملة عن قلق المتظاهرين هل يعني هذا في تقديرك أن عبد المهدي تأخر في اتحاد عبد المهدي حاول هو وسليماني بكل ما يملكون التمسك بالسلطة ولكن بطولة الشجعان هناك رجال عراقيين انتفضوا بالناصرية العشائر نزلت وشالت التفك وكذلك بالعمارة وكربلة والنجم طيب وفي هذا التحليل كيف تقرأ استقالته هو مو استقالة أخي هو أقيل من قبل الشعب أما القوى السياسية سانس معمود تمر التيار الصدري يقول لك احنا تنازلنا للشعب هو من الطالب منكم تتنازلون عن رئاس الوزراء ادتم من البداية الشعب اطاكم الثقة بذيك الانتخابات وقالكم شكل حكومة خارج فضاءات ومدارات سليماني ادتم التيار الصدري رحتوا اطايتوا الحكم بيد سليماني حس الشعب اطاكم ايران دائما تتهم بدورها في العراق وهذا الامر تقريبا اصبح معروفا والتصريحات حتى تكفي لتثبيت هذا الامر لكن هنا يطرح السؤال بعد استقالة عبد المهدي وبعد حديث مقتدى الصدر ما هو الدور الايراني المستقبلي في العراق في رأيك انا بتصور ايران امام مراجعة حقيقية اما ان تفكر بمنطقة عقلاني وتصطغي الى صوت الشعب العراقي اللي رافض لهيمنتها على العراق وتصغي للمرجعية وتصغي الاستحقاقات الاستقرار بالمنطقة وذاك الوقت تسحب البنادق ما مطلوب من ايران اكثر من سحب ميليشياتها من العراق وتسمح للعراقيين ان يبنون دولتهم بطريقتهم الخاصة على ان نضمن مصالحنا المشتركة كجوار واخوة واشقاء ولكن اذا استمرت ايران بدعم الميليشيات والقتلة فانا اقول لك العراقيين اليوم اقوى ما يكونون واكثر مرحلة في تاريخهم تماسكا وتوحدا عدنا مرجعية تواجه فتاوى خامنئي وعدنا شعب يواجه ميليشيات خامنئي وعدنا دستور ومنظومة قوانين تم التجاوز عليها في السابق اليوم احنا وضعنا من خلال ساحات التظاهر ومن خلال تنسيقياتنا في كل المحافظات بالتشاور مع بقية التنسيقيات والمتظاهرين علقت ربما على تخلي كتلة سائرون عن ما سمته حقها في تسمية رئيس وزراء المقبل لكن كيف تقرأ هذا التخلي بعيدا طبعا أو بعد تقديمك موقفك الرافض لهذا التخلي بالنهاية هو مرافض للتخلي أنا أقول سائرون لم تتخلى أقيلت حكومة سائرون بقوة الشعب سائرون عيب تمارس هذا النوع من المزغلط ليش لأنه أقيلت حكومة عبد المهدي قتلت بما فيه الكفاية وأقيلت سائرون يقولنا تخلى عن حقنا هو شنو تتخلى عن حقك ومين جاء حقك أنت أولا تخليت وسلمت السلطة الخامنة إيه والآن وراء ما أقال لك شعب بدماء طويلة عريضة يطلع بكل وقاحة يقول إحنا تخلينا للشعب شنو تخليت للشعب للشعب أنت اللي قتلت وجبت عبد المهدي وخليفك عبد المهدي أنت ما تخليت للشعب أقيلت حكومتك اللي قتلت من أجله شكرا بس كلمة أخيرة ذات سمحني أحنا كمتظاهرين كتنسيقية مواطنيون مع بقية التنسيقيات جاي نتناقش سنقدم مسارا دستوريا للتخول نحو الدولة اللي أحنا نطمح لها كمواطني عراقيين نعم نعلن نعود إلى تفاصيل هذا المسار الدستوري في لقاءة لاحقة شكرا لك غيث التميمي الناشط السياسي كنت معنا في الستوديو أفادت مصادر أمنية في محافظة بنجف بإقدام محتجين على إضرام النيران مجددا في القنصلية الإيرانية بالمحافظة جنوب العراق وأكدت مديرية الدفاع المدني في بيان لها أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق وكانت القنصلية الإيرانية في كربلا تعرضت للحرق في وقت سابق من شهر نوفمبر تشرين ثاني الماضي على أيدي محتجين غاضبين طالبوا بالحد من تنامي النفوذ الإيراني في العراق وإذ تدخل المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الثاني وبالرغم من استقالة رئيس الحكومة عدل عبد المهدي فقد شهدت العاصمة بغداد وعدد من المدن استمرارا للتحركات ففي مدينة النجف اتهم متظاهرون حامية ضريح محمد الباقر بإخفاء شباب كانوا قد شاركوا في التحرك خلال اليومين الماضيعين وصلوا أخيرا إلى باب ضريح محمد باقر الحكيم يطالبون بمعرفة مصيري رفاق لهم فالمتظاهرون في النجف يتهمون حامية المكان باعتقال رفاقهم أثناء الاحتجاجات أوقات الهدوء هنا قليلة تتجدد المواجهات وتقول إدارة محافظة النجف إنها تقف عاجزة فتستنجد بالقوات الاتحادية التي لا تصل بدورها دخلوا ناشطين أيضا داخل المرقد وتجولوا وتفقدوا الوضع داخل المرقد فلم يجدوا أي شيء من هذا الموضوع حتى مسلحين بالشكل اللي سمعناه وبعضهم يتحدث عن ميليشيات وبعضهم يتحدث عن أرتال عسكرية ما شافوا هذا الشيء داخل المرقد هنا مقر محكمة جنايات واسط حيث المطاهرات في هذه المحافظة الجنوبية تختلف بعض الشيء هنا صدر أول حكم القضائي بإعدام الضابط اتهم بقتل متظاهرين أما في بغداد فيتواصل الصراع بين المحتجين والحكومة على السيادة فوق جسور المدينة هذا جانب من شارع رشيد شهد مواجهات ليلية بين محتجين وقوات مكافحة الشغف التي تحاول إبعاد المتظاهرين عن محيط جسر الأحرار الذي يربط الكرخة بالرصافة هذه المحاولات باءت بالفشل حتى الآن يرفض المحتجون على حواجز الصد رفق أقنعتهم يديرون مواجهات كر وفر ولا يكتفون باستقالة حكومة بلادهم مطالبهم لا تقتصر على رحيل الحكومة إذ فقدوا الثقة بقوى بلدهم السياسية كما يقولون وأحلامهم تتفرع وتتجذر في تلك الساحات بانتظار وطن يويدهم إلى منازل آمنة حسب تعبيرهم حزم الشرع العربي بغداد الأحداث في العراق نالت نصيبها من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ليس كذلك ما؟ بالفعل نضال وسنستعرضها معا في سابقها هي الأولى منذ الغزو الأمريكي وفي جلسة استثنائية قبل البرلمان العراقي استقالة الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسط شكوك بأن تؤدي الخطوة إلى تخفيف احتقان الشارع المنطفض ضد الفساد والنظام الطائفي منذ ما يزيد على الشهرين تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا التطور وتعهدوا بالاستمرار في التظاهر وتعليقا على الاستقالة يقول الصحفي علاء العامر عادل عبد المهدي شفت من اطلاع تشصار بالبلد كل شي ما صار وهذا أكبر دليل على أن وجودك وعدمه نفس النتيجة واستباقا لتكليف رئيس حكومة جديد في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما انتشر هاشتاك استفتاء رئيس وزراء للمطالبة بأن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي يقول النائب فائق الشيخ علي أيها المتظاهر الأبطال كي لا تلتف الأحزاب الحاكمة على إرادتكم وتضحياتكم فتقدم لكم مرشحا لرئاسة الوزراء عبر مجلس النواب ارفعوا شعار الاستفتاء على رئيس الوزراء وليرشح من يرشح وليكن رئيسا للحكومة من يحصل على نسبة 51% من أصوات المستفتين حتى لو في جولتين وبإشراف أممي وكتب الصحفي العراقي سيف صلاح الهيتي من المضحك المبكي في آن النعن أن الشعب هو المظلوم والمتظاهر وهو المتظاهر ومنه الشهداء فيما يتصابق ظالمه وقامعه وقاتلوه برعاية أمريكية إيرانية لاختيار ممثليه نيابة عنه لن يكون هناك مرشح ما لم توافق عليه ساحات التظاهر واعتمل رقيون أيضا بمذكرة القبض على حاكم محافظة ذيقار العسكري الفريق جميل الشمري المتهم بالوقوف وراء أصدار الأوامر التي تسببت في قتل متظاهرين يقول الإعلاني محمد الجميلي كل شيء مضحك في العراق حتى مذكرة قبض بحق الحاكم العسكري لمحافظة ذيقار الذي أرسله عبد المهدي لذبح ثوار الناصرية أولا هذا المجرم موجود لديهم في بغداد فقد استدعاه قائده عبد المهدي لحمايته ثانيا لماذا لا يحاكم القائد العام عبد المهدي أليس هو المسؤول؟ وغردت الناشطة فاطمة الفلاحي وقالت في تغريدة القضاء الكذاب أرسل لكم مذكرة القبض بحق الفريق جميل الشمري بشرط أن لا نقول عنه أن نقول عن القضاء بأنه الكذاب تبقى كذاب ما لم يحاكم علنا ويدفع من دمه كم فقدنا من دماء لم تعد تنطلي علينا حيالكم هذه أبرز ردود الفعل ولنا وقفة أخرى عودة إليك نضال شكرا لنا على هذا الرصد يشهد محيط القصر الرئاسي اللبناني في بعبده هدوءا حذرا بعد محاولة قوات الأمن الفصل بين تظاهرتين في الشارع الرئيس المؤدي للقصر إحداهما لمتظاهرية الحراك للمطالبة بالإسراع في الدعوة لاستشارات برلمانية والأخرى للتيار الوطني الحر دعما لرئيس الجمهورية أحد الوضوح كان واضحا في شعاراته كما في شوارعه المتواجهة شارعان تصابقا إلى الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري في بعبده الأول لمناصري العهد من جمهور التيار الوطني الحر والثاني من الحراك الشعبي وجدار بشري من الجيش اللبناني للفصل بين الجمهورين إحنا منعتبر الحرب ضد الفساد بدأ مش رئيس الجمهورية بدأ الجنرال ميشيل عون وقت اللي كان رئيس حكومي بآخر 88-89 وقت اللي أعلن الحرب اللي سمولوا ياها حرب الإلغة هي ما كانت حرب إلغة هي كانت حرب على الميليشيات والفساد كعب اللبناني له شهر ونص بالشارع الدولار صار بعتبة 2300 ليرا الدولار فخامة الرئيس معاشي سواء تنطر الشعب أكتر لتدعي إلى استشارات نيابية ملزمة وإلى ساحة الشهداء وصلت المسيرات منها القادم من أمام المصرف المركزي ومنها من أمام المتحف الوطني فكان التجمع هنا حيث أجمع المحتجون على أن لا عودة إلى الوراء المدولات اللي عم بتصير والأسماء اللي عم بتصير والعقلية اللي عم بتتبعوها للتأريف الحكومة هي عقلية خرج الدستور وبعدها خاضعة للعقلية القديمة من قبل 17-20 وهي دا بعتقد كيف لا يعطي زخم للناس لا يستمروا لأنه الرجع لورق ما فيه شارع موال وآخر معارض وحراك متواصل فيما الأزمة الاقتصادية تتفاقم وآخر مظاهرها إحراق سيارات لإحدى الشركات تزامنا مع طرد تعسفي تعرض له عدد من الموظفين بحسب سكان المنطقة الجميع يدور في دوامة مغلقة مشهد الاحتجاجات يتجدد في نهاية كل أسبوع ومعه تتجدد مساعي السلطة لإيجاد حلول سياسية حلول لم ترقى حتى الآن إلى الاستجابة لمطالب حراك متواصل منذ السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر فيما الأزمات الاقتصادية باتت تشكل قنبلة موقوطة تهدد الجميع علي رباح التلفزيون العربي بيروت سياسيا قال رئيس الكتلة النيابية لحزب الله محمد رعد إن المدخل الطبيعي لحل الأزمة القائمة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق صيغة اتفاق الطائف وغير هذا سيبقي البلد في ظل حكومة تصريف أعمال وتأتي هذه التصريحات لتضرب عرض الحائط مطالب الحراك بتشكيل حكومة تكنقراط على صعيد المتصل قالت رويترز نقلا عن وزير التجارة اللبناني إن أربعة مليارات دولار تم سحبها من البنوك اللبنانية منذ سبتمبر وينضم إلينا من بيروت سعد كيوان الكاتب الصحفي سيد كيوان دعنا نبدأ من تصريح رئيس الكتلة النيابية لحزب الله عندما يقول إن العودة إلى اتفاق الطائف هي الحل هذه خطوة كبيرة إلى الوراء لا أبدا يعني أبدا ليست خطوة إلى الوراء العودة إلى الطائف هي على العكس إلى أن اتفاق الطائف لم يطبق بالمناسبة بشكل شبه كامل لم يطبق من معظم بلوده هذا أولا وبالتالي الطائف كان حل جزء وحل إيجابي للبنان وليس هو أوقف الحرب وإنما هو أدخل تعديلات وأصلاحات جزرية على النظام اللبناني لم ينتزم بها معظم هؤلاء الذين تواذلوا على السلطة منذ 1992 هل تعتقد أن محمد رعد يقصد الطائف؟ عندما يقول محمد رعد أو اتفاق الطائف الأصلي وليس اتفاق الطائف المفاعل منذ سنوات والذي قامت عليه الثورة والحراك اللبناني أولا يعني خلينا نوضح بعض الأمور هناك غلطات ما يقول محمد رعد ليس صحيحا ليس دقيقا الحكومة الوفاق الوطني حكومة الوفاق الوطنية حسب اتفاق طاقف يقول غير صحيح على الكلام أنه الطائف لا يتكلم عن حكومات وحدة وطنية كما مارسها كما مارسها أفرار السلطة أطراف السلطة منذ 92 اليوم الحكومات الوحيدة الوطنية تعني أنه ماذا تعني؟ تعني الجميع داخل السلطة تتقاسم المغانم والحصص فيما بينها وبالتالي النتائج هي ما نراه اليوم هذا هو ما مورس حتى اليوم الطائف لا يتقلم عن حكومات وحدة وطنية يعني يكون فيها الكل داخل السلطة مصحيح التمثيل يتكلم عن تمثيل كل مكونات يعني التركيبة اللبنانية وهذا لا يعني أن يكون كل الطوائف وكل القوى السياسية داخل التركيبة هناك ممكن أن يكون هناك مكونات لبنانية في المعارضة ومكونات نفس المكونات اللبنانية منها في السلطة في الحكومة بالتالي هذا الكلام يعني ما يقوله هو راعت غير دقيق وهو محاولة ولكنه أيضا عكس مطالب الحراك بتكوين حكومة تكنقراط أيضا طبعا يعني خليني معلاش سيد عزيزي الطائف لا يتكلم بالتفصيل عن كيفية تركيب الحكومات وتأليف الحكومات لا يتكلم عن هذا الأمر هذا أمر إجرائي الحكومة اليوم صحيح الحراك يطالب بحكومة تكنقراط خارج الأحزاب لأن هذا الحراك هو نشع نتيجة كل هذا الإفلاس والفساد السياسي والمالي وكل يعني هذه السنوات الماضية إذن التكنقراط لا يرد هو أصلا يعني كلام رعد يعني هذا يعني هروب من حكومة تكنقراط هذا يعني الكلام العودة لحكومة التفاق الوطني هو نوع من الهروب من كمال التكنقراط ولا علاقة له باتفاق الطائف هذا يعني في المقابل يلوح محمد رعد بأنه من دون العودة إلى اتفاق الطائف سيبقى البلد في ظل حكومة تصريف أعمال هذا يعني أن حزب الله هو من يقرر أو يبقى الحال على ما هو عليه هو دون شك أنه عمليا صحيح أنه فعليا هو حزب الله من يقرر لأنه الآن هو كان يقرر هو التسوية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع اليوم التي وضعت التي تم اتفاق عليها في 2016 والتي حملت عاون إلى الرياضة الجمهورية وعادة حرير إلى الرياضة الحكومة هي التسوية التي صنعها حزب الله والتي من أجلها أوقف البلد وعطل البلد سنتين ونصف في فراغ رئاسي إذن هو طبعا هو من يقرر هو من يحكم اليوم وهذه الحكومة التي انتهت التي سقطت التي استقالت هي حكومة كان القرار فيها لحزب الله والتيار العوني وبالتالي كان هناك ضغط على سعد الحريري أن يخرج من هذه الحكومة منذ زمن لأنه أيضا ارتضى هذه التسوية وكان جزء من هذه التسوية اليوم هم ماذا يقولون هم اليوم يريدون شكرا شكرا لك سعد كوان الكاتب الصحفي كنت معنا من بيروت وتؤثر سياسات الاقتصادية في لبنان على الناس بشكل كبير حيث يولد الأطفال اللبنانيون حاملون أو حاملين دينا ركمة سلطات المتعاقبة فالبلاد ترزح تحت دين عام وصل إلى 86 مليار دولار وهو رقم مرشح للارتفاع هذه ماريلين عمرها من عمر الحراك أو يزيد ولدت في عز أزمة اقتصادية لم يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية هي عينة من معاناة عائلة لبنانية في بلد لا يتعدى الحد الأدنى للأجور فيه الخمسمائة دولار مبلغ بالكاد يكفي أهل هذه الطفلة للأكل والعلاج فماريلين كهيرها من اللبنانيين ستتحمل هي وعائلتها دين بقيمة 17 ألف دولار لدين عام يصل إلى 86 مليار دولار مبلغ مرشح للارتفاع في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية إنفاق يتربع على كل من خدمة الدين العامة رواتب وأجور وأطلت علينا من رأسها الكبير أزمة الكهرباء في لبنان كلفت الكهرباء في لبنان 38 مليار تشكل كلفة الكهرباء ثلثة دين العام في لبنان أموال تدفعها الدولة لخدمة يرى كثيرون أنها شبه منعدمة سياسات كثيرة وضعت وخطة بالعشرات رسمت وأموال طائلة صرفت من دون جدوى ما دفع الدول المانحة إلى اشتراط معالجة هذا الملف كمدخل لصرف الأموال لا الإصلاحات تمت ولا الأموال وصلت ويبدو أن السلطة اليوم لم تعد معنية بأي حل بل هي تقف كالمتفرج بانتظار انهيار لم يعد بعيدا يقول خبراء الداخل والخارج جيس الحشخوري العربي بيروت أعلن رئيس وزراء الكويت صباح الخالد الصباح أن قمة مجلس التعاون الخليجية القادمة ستنعقد في الرياض في العاشر من شهر الجاري واصفا القمة بالمحطة المهمة للغاية في المصالحة الخليجية وفي لقاء برؤساء تحرير صحف المحلية أشار الصباح إلى ضرورة استفادة مجلس التعاون من ثلاثة أحداث إيجابية قادمة في الخليج وهي قمة مجموعة العشرين في السعودية ومعرض إكسبو في دبي وكأس العالم في قطر أكد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعوم إماراتيا أن هدف المجلس الانتقالي هو دولة كاملة السيادة وليس منصبا أو وزارة جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية عدن بعدد من قيادات المجلس وأعضائه الجنوب ماض نحو الحل هذا ما قيل حينها الصورة كانت متكاملة ملف الجنوب على الطاولة حبر الإمضاء على الأوراق فأين هو الاتفاق؟ في الرياض كانت الأمان والتبركات بما لم ينجز حتى الآن في عدن بعد أقل من شهر على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بنود تتجاوز المهل المحددة عرقيل في التنفيذ وصوت مغاير لما اتفق عليه وأعلن نتعهد بالسير على خط استعادة دولة الجنوب يقول رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبادي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لاستقلال جنوبي اليمن من الاستعمار البديطاني ثم يضيف ويشدد على ضرورة استمرارية كل جهة بآدائها مهامها المكلة إليها وبتلك العبارات ينسف أحد البنود ليعود ويناقض القول بإعلان استمرار الحوار في إطار اللجان العسكرية والأمنية لوضع آلية تنفيذية لاتفاق الرياض قول وفعل مباين مهلة محددة لتسمية أعضاء حكومة جديدة تشارف على الانتهاء والتسوية لم تتجاوز مرحلة الاستقبال والترحيب إذ لم ينجز من نصوصها سوى عودة رئيس الحكومة معين عبد الملك وعدد من أعضاء حكومته إلى عدن ووصول لجنة عسكرية من قيادات قوات الحماية الرئاسية إذن مناخ الوفاق في عدن يعصف بعقبات تواجه اتفاق الرياض فجوة تنخر في الإنجاز المعلن وتكبر مع كل خرق هنا وتأجيل هناك ساعة الأخيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل إمهال ترامب حتى السادس من الشهر الجاري لتوضيح ما إذا كان سيرسل فريق دفاع عنه في قضية العزلة ألم من جديد وإليكم تذكيرا بأبرز العنوين البرلمان العراقي يقبل استقالة عبد المهدي وكتلة صدر ذات الأغلبية الميابية تتخلى عن حقها في تسمية الرئيس الجديد اضرم النار في القنصلية الإيرانية للمرة الثانية وتعطيل للدوام دراسي في ذيقار والديوانية اللبنانيون يشاركون في مظاهرات أحد الوضوح للمطالبة بتشكيل حكومة من خارج الطبقات السياسية وكتلة حزب الله البرلمانية تؤكد أن حل الأزمة يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق اتفاق الطائف الآن إلى فقراتنا المغربية مع رويضة شكرا لك نيدال أهلا بكم شدد الرئيس التركي رجل طيب أردوغان على أن تركيا لن تسحب سفن التنقيب الخاصة بها من شرق البحر المتوسط وأكد أردوغان أن الاتفاقية التي أبرمتها بلاده مع ليبيا ستطبق بجميع بلودها وذلك عقب اعتراض كل من مصر وقبرص واليونان على هذا الاتفاق اتفاقية جديدة توقعها أنقرة مع حكومة الوفاق الوطنية الليبية المعترف بها دوليا أنقرة كشفت عن التوقيع على مذكرتي تفاهم الأولى تركز على التعاون العسكري والأمني بين البلدين والأخرى تتعلق بالسيادة على المناطق البحرية لحماية حقوق البلدين بموجب القانون الدولي اتفاقية تركيا أغضبت دولا كثيرة اليونان تستدعي السفير الليبي لديها وتسأله عن تفاصيل الاتفاق تهدده بالطرد إن لم يكشف لها عن التفاصيل أثناء سترسل وزير خارجيتها إلى مصر للتصدي للاتفاق وعرقلته والقاهرة تقول إن الاتفاقية معدومة الأثر القانوني وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سبق وأنوافقوا على فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة الخطوة جاءت ردا على عمليات التنقيب التركية قبالة ساحر قبرص الرئيس التركي أكد أن بلاده ماضية في تنفيذ بنود الاتفاقية جميعها وأن تركيا لن تسحب سفن التنقيب من البحر الأبيض المتوسط هو حق المشروع يؤكد أردوغان جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيث التنفيذ وأعمال التنقيب التي تقوم بها أنقرة سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء لن يتم سحب السفن إذ عانا لصراخ وعويل البعض تركيا لن تجعل حقوق الخبرصة الأتراك لقمة صائغة ولن تطالب بشيء ليس من حقها وقعت أنقرة على الاتفاقية وترى فيها حقا موثقا في القانون الدولي اتفاقية صاحبها ضجيج عربي ودولي ضجيج تقول تركيا إنها لن تلتفت إليه وينضم إلينا من إسطنبول ياسين خطاب الصحفي الليبي أهلا وسلم بك أستاذ ياسين نود أن نفهم منك لماذا تسعج هذه الاتفاقية الدول المجاورة هل قامت ليبيا بتقديم بعد التنزلات بما يتعلق بسيادتها البحرية مقابل العون العسكري الذي تقدمه تركيا لها تحية لك بداية ولمشاهدك الكرام في الحقيقة أن ليبيا هي في إطار تمسك بحقوقها في منطقة المتوسط أبرمت اتفاقية مع تركيا صحيح أن هناك دلالة زمنية مهمة على اعتبار أن طرابلوس الآن تمر بعدوان من قبل وهجوم من قبل حفتر وقواته وفي الحقيقة أن حفتر مدعوم من مصر من مصر والإمارات والسعودية وفرنسا والآن أيضا روسيا دخلت على الخط منذ نحو أربعة أشهر بشكل واضح فربما الدلالة الزمنية أن طرابلوس حاولت على مدى ثلاث سنوات حكومة اليفاق برئاسة السيد السراج حاولت استعاب المصريين في مقاربة سياسية يكون من خلالها من حق مصر التفاهم والدخول في أي تفاهمات سياسية لكن للأسف الشديد أن مصر فضلت المقاربة العسكرية بدعم حفتر على المقاربة السياسية بتفاهمات بين الأطراف الليبية جميعا بشكل سلمي على الاعتبار أن هذا هو الخيال العسكري لدى العسكر هذا بالنسبة لمصر أستاذ ياسين أسألك عن تركيا بالتحديد حتى يتسعى الوقت لإجابتك هل قدمت ليبيا أي تنازلات بما يتعلق بسيادتها البحرية لتركيا مقابل أي عون عسكري أو أمني؟ في الحقيقة ليس هناك حسب التفاصيل التي سربت من هناك ليس هناك أي تخلي عن السيادة هي تفاهمات تفاهمات تحدث مصر أبرمت مثل هذه التفاهمات بالعكس مصر هي من تخلت عن سيادتها ليبيا لم تتخلى عن أي شيء من سيادتها البحرية بالعكس في إطار التفاهم تركي ليبي لكن مصر هي من تخلت عن جزء من مياه الإقليمية وعن ثلاث أبار غاز مهمة لصالح قبرص وإسرائيل عام 2010 وبالتالي ليبيا لم تتخلى عن مياه إقليمية فيها غاز وإنما تفاهمت مع الأتراك في إطار الحركة المشتركة وتأمين الحدود البحرية أيضا لننسى أن مذكر التفاهم ليست فقط تسليم الحدود البحرية وإنما جزء منها أمني لتأمين الحدود البحرية يجب أن نلتفت أيضا إلى أن هناك نقطة مهمة لو تسمح لي نعم نقطة مهمة أيضا هناك من يقول بأن هناك ضوء أخضر أمريكي الآن سمح لهذا الاتفاق بأن يخرج إلى النور ليس دعما لحكومة الوفاق ولكن أيضا ضد ما يقوم به حفتر وضد الدعم الذي يتلقاه من روسيا ماذا تعتقد فيما يتعلق بهذا التحليل؟ نعم هذا واضح جدا ربما عبر عننا المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية في ملف الشرق الأوسط ويليام لورنس عندما تحدث لقناة تب الأحرار وقال أن واشنطن لا تمانع هذا الاتفاق بين ليبيا وتركيا على اعتبار أن هذا يعيد شيء من التوازنات في المنطقة بعد دخول روسيا إلى ليبيا محاولة روسيا الدخول إلى ليبيا وهي منطقة شمال أفريقيا ليست نفوذ روسي وإنما هي تاريخيا يعني نفوذ غربي وروسيا ليس لها أي موطئ قدم في ليبيا فواشنطن تحاول نعم واشنطن تحاول لا تمانع هذا التفاهم الليبي تركي على اعتبار أنه يحد من محاولات التمدد الروسية ياسين خطب الصحفي الليبي كنت معنا من الصنبول شكرا لك على هذه المشاركة لقي 26 شخصا مصرعهم من قلاب حافلة سياحية كانت تقل 43 شخصا في منطقة عمدون بمحافظة باجا شمال غرب تونس وقالت الداخلية التونسية إن الحافلة التي تتبع شركة سياحية خاصة انحرفت عن الطريق بعد أن أخفق السائق في تجاوز منحنا حاد فسقطت في قاع واد موضحة في بيان لها أنه تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الحادث دعا سياسيون وإعلاميون ونشطاء تونسيون إلى إقالة وزير السياحة في حكومة بلادهم روني أترابولسي متهمين إياه بمحاولة التطبيع مع إسرائيل وتأتي الدعوات للاستقالة على خلفية تصريحات إعلامية طلب فيها ترابولسي بمنح جوازات سفر للحجيج اليهود القادمين من إسرائيل وهم من أصول تونسية من تقوس الحج اليهودي يجر وزير السياحة التونسي نفسه إلى جدل لا يرحم بات متهما بالدعوة إلى التطبيع العلني روني ترابولسي يرى أن الحجيج القادمين من إسرائيل إلى كنيس الغريبة بجربة أغلبهم من أصول تونسية من دونهم سيتضرر قطاع السياحة يحاجج الوزير وزاد عن ذلك أن من حقهم العودة إلى بلدهم والحصول على جنسيتها يرق سوروني ترابولسي خارج الخطوط الحمر قد يجد نفسه خارج الحلبة مغضوبا عليه والحكومة الجديدة لم تتشكل بعد في طريقه إلى قرطاج كان الرئيس التونسي حازما وصف التطبيع بالخيانة العظمى من يتعامل مع كيان شرد شعبا كامل لمدة أكثر من قرن لا يتعامل معه خائن واجب أن يحاكم بتعمة الخيانة العظمى ليست المرة الأولى وزير السياحة التونسي لا يكف عن إثارة جذل التطبيع تصريحته السابقة أخرجت هؤلاء إلى الشارع وأثارت العواصف داخل البرلمان ومع ذلك بقي صامدا في منصبه لكن هذه المرة تغيرت الظروف ساكن قصر قرطاج الجديد مختلف بعد أسبوع فقط من توليه الرئاسة أعفى وزير الخارجية خميس الجهيناوي من منصبه بشبهة التطبيع وهي ذات التهمة التي باتت تلاحق وزير السياحة تصريحاته أثارت درجة لدى الأوساط الشعبية والرسمية وقد ارتفعت الأصوات داخل البرلمان وخارجه مطالبة بإقالته ولمتابعة الردود على مواقع التواصل الاجتماعي نتابع فقرة الإعلام الجديد مع زميلة مهاء رزق نعم رويدا منذ أن تقلد منصبه كوزير لسياحة التونسية العام الماضي وروني ترابلسي يثير الجدلا في تونس ترابلسي رجل أعمال ذو أصول يهودية يواجه اتهامات بتضارب مصالح وظيفته الوزرية وشركاته السياحية الخاصة واقترنا اسمه بالزيارة السنوية لليهود في كنيسة غريبة بجزيرة جربة تونسية وقبل تشكيل الحكومات الجديدة خرج ترابلسي بتصريحات جدلية أثرت الرأي العام ترابلسي قال في حديث مع الوكالة الألمانية إن 90% من الحجيج اليهود القادمين من إسرائيل هم من أصول تونسية ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر لتسهيل دخولهم أي تضييق على السياح اليهود سيؤدي إلى خسائر اقتصادية وما زاد الجدل هو وصف إليد ترابلسي شقيق وزير السياحة لحركة الشعب التونسية بالنازية وقال حركة الشعب هي حركة نازية بامتياز تكفر وتخون يهود تونس وتحرد على قتلهم في كل الاجتماعات تحت غطاء معادات الصهيونية حزب فاشل ويجب تجريم التطبيع معه هذه تصريحات أثرت حفيظة التونسيين الذين اعتبروها محاولة للتطبيع العلني مع إسرائيل وبينما التزمت الحكومة الصمت حتى اللحظة دعا سياسيون وإعلاميون لإقالة الوزير يقول النائب المستقل يسين العياري التضييق على جنود الاحتياط الذي يضم كل الصهاينة ومنعهم من دخول تونس هو أضعف الإيمان وذكروا أنه وفقا للقانون الدولي تونس في حالة حرب مع الكيان الذي اخترق المجال الجوي للبلاد وقتل تونسيين وأضاف ما تدعو إليه اسمه خيانة عظمة من نومك شنلوم أحزاب ونواب النهضة والشاهد اللي اعطتك ثقتها في البرلبان حسب وصفه أما النائب خالد الكريشي فقال لم نكن مخطئين حين وصفنا حكومة الشاهد بحكومة الفشل والتطبيع والإقصاء ودعا لإقالة وزير السياحة من منصبه فورا بسبب دعواته العلنية منح جوازات السفر تونسية والجنسية تونسية لليهود التونسيين الذين قال إنهم هاجروا طوعا واستقروا بالكيان الصهيوني منذ عقود وتحصلوا على الجنسية الإسرائيلية هناك ولم يعد يربطهم بتونس غير معاداتها ومعادات خيارات شعبها وقال أحمل كافة الأحزاب الاعتلاف الحاكم من حركتي النهضة وتحية تونس التي قبلت به وزيرا للسياحة رغم تشكيك العديد من النواب آنذاك في إمكانية حمله لجنسية الكيان الصهيوني نهاية فقرة الإعلام الجديدة عودة إليك رويدا شكرا لك مهى إذن إلى المغرب الآن وهناك خبر عن إحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة الإيز وبحسب أرقام رسمية يسجل في المغرب ما يزيد على 15 ألف حالة إصابة ويحصد المرض سنويا أروح 700 مواطن مغربي الحزن والألم يعتليان صفيان منذ معرفته أنه يحمل فيروس فقدان المناعة المكتسبة من سنتين ورغم مجانية العلاج وتجاوبه معه يقول سفيان أن العذاب النفسي وصعوبة مشهد تقبل الناس له يزيدان من إحباطه لا تقدر تقول لك شيء واحد رسال بالفن باش تقول فيك السيدة ولا شيء واحد فيه السيدة ولكن باش تكون فيك انتاع رس قدر تنتاع حار ولا تنفاجر ولا تطع فيك شيء حاجة اللي هي ما شيء عادية كنفكر في الانتحار ولا كنفكر في الموت ولا كنفكر كاش قاع عايش في هذه الحياة هذه ولا في هذه الدنيا هذه قاع وبمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأيدس تنظم جمعية محاربة السيدة ورشا لتأهيل المنضمين الجدد للتعرف على أساسيات محاربة الفيروس ومستجدات العلاج كالأقاقير الوقائية الثلاثية وكيفية تواصل وتفاعل كل عضو من الجمعية مع محيطه الاجتماعي لماذا لدينا 31% الناس اليوم يقدر أنهم يتعايشون مع الفيروس اللي خص لا وزارة الصحة ولا المجتمع المدني يستدفهم بالتحسيس يستدفهم بالولوج للتحليلة باش يعرفوا أنهم حاملوا الفيروس يولجوا التكفول يولجوا العلاج باش نقطعوا سلسلات العدوى تشير الإحصائية الرسمية بالمغرب إلى انتشار فيروس فقدان المناعة المقتسبة وسط البلاد بنسبة 1% وتسجيل أقل من ألف حالة حاملة للفيروس في السنتين السابقتين وهو انخفاض لا بأس به نسبة للسنوات الفارطة تقلص إعانة الصندوق العالمي لمكافحة السيدة المخصصة للمغرب لما يزيد عن الضعف خلال سنتي 2018-2020 سيظهر مستقبلا مدى قدرة الحكومة المغربية والمجتمع المدني للحد من انتشار فيروس فقدان المناعة المكشسبة يسر دركولي العربي الرباط والآن عودة إلى زميل نضال لاستكمال باقي ملفات الساعة الأخيرة عليك النضال شكرا روايد يبدأ أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكية النظرة في تقرير الفريق الذي يحقق بشأن محاولات رئيس دونالد ترامب الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصومه الديمقراطيين وستبدأ جلسات الاستماع العلنية للجنة أو للجنة القضاء في مجلس النواب في الرابع من الشهر الحالي وتم أعطاء الرئيس ترامب مهلتين للرد على دعوة اللجنة للحضور التي تنتهي اليوم والأخرى حتى السادس من شهر ديسمبر الجاري لتوضيح ما إذا كان سيرسل فريق دفاع عنه أصداء واترغيت جديدة تعلو وترامب يصم أذانه عنها أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي يبدأون البحث في تقرير الفريق الذي يتولى التحقيق في اتصال الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني الديمقراطيون في عجلة من أمرهم وترامب يماطل فبعد انتهاء المرحلة الأولى من إجراءات العزل والاستماع للشهود الاثنى عشر اللجنة القضائية في مجلس النواب تستهل أولى جلسات الاستماع العلنية في ملف العزل في الرابع من الشهر الحالي وأمهل رئيسها جيري نادلر إدارة ترامب مرتين الأولى لتأكيد إن كان سيرسل ممثلا عنه والثانية لتوضيح نيته إرسال فريق دفاع عنه أم لا دون أي رد من البيت الأبيض حتى الآن الرئيس الأمريكي وكعادته اتخذ من حسابه على موقع تويتر منصة للرد ووصف جلسات الاستماع بالسخيفة سأمثل بلادنا في قمة الناتو بلندن في الوقت الذي يقوم فيه الديمقراطيون بافتتاح جلسات الاستماع في قضية العزل الأسخف في التاريخ قرأت النصوص ولم يرد فيها أي شيء خاطئ اليسار المتطرف يقامر ببلدنا والجلسات تتزامن مع اجتماعات الناتو خصوم ترمب الديمقراطيون يرون أوكرانيا جيت فرصة للإطاحة به وذلك بعد إثبات مخالفة الرئيس الأمريكي للدستور وإساءة استخدام نفوذه لمكاسب شخصية ضد المرشح الجمهوري جو بايدن مراهنة تحمل مجازفة كبيرة فترمب تمكن من الإفلات من فضيحة التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 دون أن يدينه المحقق الخاص روبرت مولر بشكل صريح نهيك عن وقوف نوابه الجمهوريين معه إذ لم ينشق عن كتلته في مجلس النواب أي نائب حتى الآن ما يضع احتمالية ريتشارد نيكسن جديد في البيت الأبيض رهن تجاذبات ندي واشنطن وقدرة كل منهما على كشف نقاط ضعف الآخر قتل تسعة عشر شخصا إثر سقوط حافلة كانت تقل أكثر من أربعين راكبا في نهر في سيبيريا أعلنت شرطة المرور أن سبب الحادث هو انفجار العجلة الأمامية للحافلة ما أسفر عن ميلها لليمين وسقوطها بعد ذلك من فوق الجسر إلى النهر أصب أحد عشر شخصا إثر أطلاق نار في نيو أورليونز أكبر مدن ولاية لويزيانا الأمريكية حسب ما أفادت به الشرطة المحلية كما أوضحت قيادة الشرطة في بيان رسمي أن أطلاق النار وقع في مبنى تجاري مزدحم يحتوي على مسارات لترام الشوارع وقرب العديد من الفنادق أشار البيان أن التحقيقات ما زالت جارية ولم يتضح بعد الدافع وراء أطلاق النار وننهي كالعادة بكاريكاتور اليوم ترجمة نانسي قنقر